موسيقى الجيش الإسرائيلي يقصف بلدات جنوب لبنان وينذر السكان مجدداً بعدم العودة للمنازل أو حقول الزيتونة تقرير أممي يكشفن 70% من قتل حرب غزة من النساء والأطفال والعدد الأكبر من ضحايا الأطفال بين الخامسة والتاسعة موسيقى وزير خارجية إسرائيل يدشن مهامه بزيارة عاجلة إلى أمستردام وبلدية المدينة تعزز الإجراءات الأمنية عقب الاشتباكات المشجعين موسيقى قوات سوريا الديمقراطية تتخوف من اتفاق تركي مع ترامب لسحب القوات الأمريكية من سوريا موسيقى موسيقى السلام عليكم موسيقى وجه الجيش الإسرائيلي انذارا جديدا لسكان جنوب لبنان بالامتناع عن العودة للمنازل أو حقول الزيتون في استمرار لعملية التهجير لسكان الجنوب اللبناني يأتي ذلك فيما فجر الجيش الإسرائيلي منازل عدة في بلدات يارون وعيطارون ومارون الراس بمنطقة بنت جبيل ومن جهتي ذكر مراسل الحدث أن غارة إسرائيلية استهدفت حربة قضاء بعلبك شرق لبنان وتزامنت مع تحليق مكثف لطائرات المسيرة في أجواء بعلبك وغارة أخرى على بلدة حوش السيد على الحدود مع سوريا شمال الحرملة اشتركوا في القناة هذا وقتل ستة جنود إسرائيلي في اشتباكات مع حزب الله في عيطارون بحسب ما ذكر الإعلام الإسرائيلي وأعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ مطارا عسكريا وقاعدتين إسرائيليتين قرب مدينة حيفا للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة إلى ذلك أفاد مراسل الحدث بأنه تم إطلاق صواريخ على شمال الجولان المحتل ومستوطنات راما ترامب كما أطلقت رشقة صواريخ على حيفا وعلى ضواحيها فيما اخترقت مسيرة أجواء جنوب حيفا وأيضا أفاد مراسل الحدث بأنه أطلق عشرة صواريخ على الجليل الغربي شمال إسرائيل فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا واحدا أطلقا من اليمن كما انطلقت صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت وصحراء النقب وديمونة وللمزيد من التفاصيل معلومات حول ما يجري على الميدان من الحدود الشمالية الإسرائيلية مفاد الحدث رائد الأغبر ينظم إلينا الآن رائد أهلا بك إذا سفارات الإنذار في بلدات القطاع الشرقي من الحدود مع لبنان بالإضافة إلى تطورات جديدة أبرز وأخر تفاصيل رائد سارة بالفعل تصعيد مستمر أحداث متتالية أخرها كان دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى والجليل الغربي وصولا إلى نهارية ومحيطها من البلدات الإعلان عن صواريخ لم نرصد أعداد الصواريخ حتى الآن ولم يرشح من الجيش الإسرائيلي أي رقم عن آخر رشقة لكن الرشقات متتالية سبق ذلك دوي صافرات الإنذار في منطقة إصبع الجليل وخاصة في مستوطنات مسقاف عام مارقليوت كفارق العادي أعمدة الدخان كانت تتصاعد من هذه المستوطنات أطلب من زميلي المصور أن ينتقل بالصورة ربما لا زالت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة الجانب الآخر وهو حزب اللاسارة قال بأنه قصف قاعدة عسكرية في منطقة مارقليوت وفي هذه المستوطنات لكن الجيش الإسرائيلي حتى الآن لم يعلق على هذا الخبر لكن بالعموم هناك مستوطنة كفارق العادي تم الإعلان من قبل الجيش الإسرائيلي عن تسلل عناصر من حزب الله لأنها متاخمة إلى بلدة العدسية العدسية على الشريط الحدودي وكفارق العادي متاخمة لها وكان حديث عن تسلل عناصر لحزب الله بعد ذلك تبين بأن التشخيص خاطئ وعلن الجيش بأن هذا التشخيص كان خاطئ هناك تسلل لمسيرات ووصولها إلى مستوطنات عديدة الجيش قال بأنها انفجرت ولم يذكر أنها انفجرت من ذات نفسها أو تم إسقاطها لكن عملت الدفاعات الجوية القبة الحديدية كانت تعمل في هذه المنطقة وكانت تسقط بعض الصواريخ الجيش أعلن عن عشرات الصواريخ أطلقت في عدة رشقات منذ الصباح الباكر وعن تسلل بعض المسيرات الأهم من ذلك كله صاروخ كان قادم من اليمن من منطقة البحر الأحمر وأن الجيش الإسرائيلي أسقط هذا الصاروخ الباليستي وأن منظومة الدفاع التي تعمل لاعتراض الصواريخ طويلة المدى والباليستية هي صواريخ مختلفة ودفاع جوية مختلفة عن القبة الحديدية التصعيد ما زال مستمر والجيش الإسرائيلي يقول بأنه يدمر يعني أسلحة لتابع لحزب الله يقتل من عناصر حزب الله وأنه دمر موقعا كان مركزا لإطلاق المسيرات على شمال إسرائيل في مدينة سوري نعم رأيت فيما يتعلق بحصولة القتلى من الجيش الإسرائيلي الإعلام الإسرائيلي تحدث عن إصابة جندي في 24 ساعة الأخيرة كذلك تحدث عن ستة قتلى من الجنود الإسرائيليين في اشتباكات مع حزب الله في عيتارون هذا الحادث الأخير عيتارون هل هو جديد هل هو في إطار 24 ساعة الماضية أم يعلن عنه بعد مرور أيام منذ عدة أيام سارة منذ عدة أيام كان هذا الاشتباك وقتل خمسة جنود والسادس كانت إصابته بليغة واليوم أعلن عن مقتل الجندي السادس في هذه الحادثة بالمواجهات المباشرة لا بد هنا من التذكير بأن العملية العسكرية بالاقتحامات البرية للجيش الإسرائيلي لا زالت مستمرة لكن الجيش الإسرائيلي سحب فرقتين وبقت فرقتين كانت الفرق التي تعمل أربع فرق بقت الفرقة 91 والفرقة 36 وذلك في إشارة إلى أن العملية العسكرية في مرحلتها الأولى كما قال وزير الدفاع السابق انتهت والآن هي في صدد الدخول في المرحلة الثانية نعم على ما يبدو لدينا الوقت لسؤال أخير ولكن باختصار رائد رائد كنت حدثت عن الضربة من قبل الحوتيين على الداخل ما الذي نعرف حول هذه الضربة لأن الحوتيين يتحدثون عن إصابة واستهداف قاعدة في النقب غالباً ما تطلق صواريخ من جانب اليمن أو مسيرات من جانب العراق تدخل مناطق الشرقية من مناطق البحر الأحمر أو حتى من منطقة البحر الميت يقول الجيش الإسرائيلي في تصريحاته الرسمية بأن هذه الاختراقات تكون من قبل العراق أو من قبل اليمن أكرر بأن الجيش الإسرائيلي دائماً ما يشير إلى أن دفاعاته الجوية تسقط هذه الاختراقات الخارجية وخاصة هذا الاختراق نتحدث عن صاروخ باليستي يعني عبر مئات الكيلومترات وهذا يعني بأن الدفاعات الجوية التي تعمل من أجل إيقاف واعتراض هذه الصواريخ هي دفاعات مختلفة هو يدعى بمنظومة السهم وهي تختلف عن منظومة القبة الحديدية لا بد من الإشارة أن هناك حرك دبلوماسي أيضاً صار حيث أن وزير الخارجية الفرنسي كان يوم أمس في إسرائيل وهناك حديث عن إمكانية إبرام اتفاق ما بين الجانب اللبناني وجانب الإسرائيلي رائد عذرني هنا قبل أن نتحدث عن التفاهمات الإسرائيلية الفرنسية عذرني رائد ولكن فقط أشير بيننا أيضاً نتابع هذه التطورات هذه التصريحات حول ما ذكرته إذن الآن الحسيون يقولون أنهم استهدفوا قاعدة عسكري بالصورة هل تستطيعين سارة متابعة الصورة؟ ربما تكون هذه إحدى القواعد التي استهدفها لا أعلم إذا كانت هذه المنطقة داخل إسرائيل أم على الحدود اللبنانية أظن أنها داخل الحدود اللبنانية وهذه إحدى البلدات اللبنانية التي يقصفها الجيش الإسرائيلي باستمرار منذ الصباح الباكر تدوي الإنفجارات خلف الخيام تدوي الإنفجارات هذا رائد هذه غارة جديدة إسرائيلية نسمع صدع المقاتلات وهي تنطلق نعم إذن هي غارة إسرائيلة جديدة على الداخل اللبنانية على المنطقة الحدودية هذه خلف منطقة الخيام نعم سارة منذ الصباح الباكر المدفعية الإسرائيلية المقاتلات المروحية تعمل تنطلق من هذه المناطق الحدودية أمامنا هذه المناطق الحدودية هذا هو الشريط الحدودي ما بين شمال إسرائيل وجنوب لبنان أمامنا في المنطقة المقابلة حيث أعمدت الدخان بلدة الخيام ربما أطلب من زميلي المصور تسليط الضوء على البلدة ذاتها ومثم العودة إلى أعمدت الدخان لإظهار الصورة بشكلها الطبيعي للمشاهد على اليمين إذا الرأي لنتأكد فقط هي ضربة من إسرائيل إلى الداخل اللبناني وليس العكس نعم هذه ضربة من المقاتلات الإسرائيلية التي انطلقت وسمعنا دوي انطلاقها وقصفت منطقة سمعنا دوي الانفجار في جنوب لبنان المنطقة قريبة جدا ومتاخمة ونستطيع سماع دوي الانفجارات كما ترين نستطيع رؤية أعمدة الدخان وأحيانا الحرائق التي تندلع إن كانت في المستوطنات هنا نحن أمام مستوطنات كريات شموني مارك اليوت كفارك العادي الامطل المنارة هذه المستوطنات قريبة مننا جدا في المنطقة السفلة لأننا نقف على سفح جبل ونرى من هذه المنطقة كل المنطقة الحدودية الشريط الحدودي إن كان القرى اللبنانية بعضها طبعا وإن كان المستوطنات التي نقف خلفها لرصد الأوضاع رائد شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات نحاول أن نستوضح أيضا المشهد مع ناهد التي هي من الجهة المقابلة كنت معنا رائد الأخبار شكرا جزيلا إلى ناهد ودائما مازلنا في متابعة هذه الصور ناهد يوسف مرسلة الحدث من المنطقة الحدودية من المش تحديدا ما الذي نعرفه حول هذه الضربات لأنها صورة غير واضحة هل هي تنطلق من حزب الله باتجاه إسرائيل أم العكس ناهد حقيقة هذه الصورة التي يتحدث عنها رائد هي ليست في النقطة التي نحن نقف فيها هي تقع في القطاع الشرقي من جنوب لبنان وليس في هذه المناطق التي نحن نتواجد فيها لذلك ليست لديها بحقيقة أي معلومات ولكن هي تبدو طبيعية خصوصا وأن اليوم المواجهات هي تتركز على تلك المناطق في القطاع الشرقي أي البلدات المقابلة لمكان تواجد زميل رائد لأن اليوم صباحا حزب الله كان أعلن عن سلسلة من الاستهدافات في تلك المناطق استهداف لتجمع لجنود إسرائيليين في موقع مسكاف عام وفي أطرف بلدة العديسي مسكاف عام هو أيضا مقابل لهذه البلدة على الجهة الأخرى من بلدة العديسي أي البلدة المحاذية لها بلدة كفر كلا أيضا كان هناك تقدم لجرافة إسرائيلية مع قوة مشهات أيضا تم استهدافها برشقة صاروخية بالإضافة إلى استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع مارجيليوت الذي تحدث عنه رائد وبالتالي المشهد اليوم في ذلك القطاع من جنوب لبنان في تلك المناطق تحديدا أما هنا في هذا القطاع في القطاع الأوسط الذي نحن نتواجد فيه تتركز المشهد في بلدتين عيت هنون ومارون الراس هتين البلدتين كانت في طيلة ساعة الليل تتعرضان لقصف مدفعي متواصل صباحا اليوم كان هناك تفجيرات حتى في تلك المنطقة مع تقدم القوات الإسرائيلية إلى أحياء داخل هتين البلدتين قامت بالتفخيخ والتفجير في نفس المشهد الذي تقوم به في مختلف البلدات الحدودية التي تتقدم إليها وبالتالي لتدمير كامل هذه القرى وبالتالي إنشاء منطقة عازلة تبعد مقاتلي حزب الله عن هذه المناطق هو ما تقوم به إسرائيل منذ بدء عملياتها البرية في البلدات الحدودية بالنسبة لحزب الله قام بهذه الاستهدافات بالإضافة إلى استهداف قاعدة ومطار رماد دافيد جنوب حيفا بالإضافة إلى قاعدة ستلمارس البحرية شمال مدينة حيفا مع أيضا استهداف كريات شمونة الغارات الإسرائيلية كانت متواصلة منذ الصباح وحتى هذه اللحظة صار آخر الغارات كانت استهدفت بلدات زوتر الشرقية وسبقتها غارة على الحنية وكثر رمان هذه كلها بلدات تقع في العمق الجنوب أما على البلدات الحدودية فكانت تتواصل الغارات على شبعة على حنين على كونين والطير البلدات المقابلة أو المحيطة بمدينة بنت جبيل مع السمرار أيضا الغارات الإسرائيلية على هذه المدينة بغية إحداث أكبر ضرر أو دمار فيها قبل توجه هذه القوات الإسرائيلية في حال تمكنت من ذلك للتقدم باتجاه هذه المدينة لذلك المشهد بالفعل هو على حاله المختلف وما يختلف يوميا هو انتقال المواجهات من منطقة إلى أخرى تحديدا المناطق الحدودية التي كانت سابقا شهدت هذه المواجهات تعود اليوم وتتجدد فيها هذه المواجهات كل يوم يكون هناك تقدم من منطقة إلى أخرى يوم أمس كان المشهد في بلدة علم الشعب اليوم عاد إلى منطقتين عديسي وكفركلة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان نعم إذن التصعيد مزا المستمر مثلما ذكرت نهت فيه في القطاع الأوسط حيث أنت متواجدة وفي القطاع الشرقي حيث على الغالب كنا نتابع الصور منذ قليل مع زمينا رائد شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل وعلى رصد المشهد من هناك نتمنى لك ولفريقنا السلامة وللجميع من الرمش جنوب لبنان مرسلة الحادث نهدي يوسف شكرا أعلنت صحة غزة ارتفاع على الضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 43.508 قتلى واليوم قتل أربعة فلسطينيين وأصيب أخرون في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمال القطاع كما قصف الطائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في حي درج جنوب مدينة غزة ما دى إلى سقوط ثمانيات قتلى من الأطفال والنساء داخل المنزل وتعمل طواقم الدفاع المدني على محاولة الوصول إلى عالقين تحت الركام يأتي ذلك مع السمرار القصف المدفعي المتواصل شمال مخيم النصيرات وسط القطاع وتوسيع العملية الإسرائيلية شمالا هذا وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن ما يقارب من سبعين في المئة من قتل حرب غزة من قتل حرب غزة هم من النساء والأطفال وندد بما وصفه بانتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي أشار التقرير إلى أن أكبر عدد من الضحايا الأطفال هم من الفئة العمرية بين الخامسة والتاسعة ترجمة نانسي قنقر قررت الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي في الأيام المقبلة سفير إسرائيل في باريس للاحتجاج على دخول الشرطة الإسرائيلية إلى الكنيسة معتبرة أن وجود قوات الأمر الإسرائيلية في موقع الكنيسة وكذلك توقيف اثنين من عناصر يدارك الفرنسي لوقت قصير هو أمر مرفوض وجرت الحادثة حين كان وزير خارجي الفرنسي جونويل باغو يستعر لزيارة الكنيسة خلال جولة يجريها في القدس وبعد لقائه بناظره الإسرائيلي إسرائيل كاتس ودانت فرنسا هذه الخطوات بشدة خصوصا أنها تأتي في سياق بذل باريس جهودا للتوصل إلى حل النزاح في المنطقة لا تشعرني 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 اشتركوا في القناة الى 15 شخصا وفقدا الاتصال بسبعة وذلك بعد اشتباكات بين مشرجعين لفريق مكابل اسرائيلي عقب مباراة كرة قدم امام فريق اجرس امستردام رئيس الاسرائيلي اسحاق هارتساق وصف الهجوم بالمعادات السامية بحسب تعبيره قال انه اشارة لتحذير الدول التي تدافع القيم الحرية بينما اشارت وسائل اعلام الى ان المشرجعين الاسرائيليين قاموا باستفزاز وتمزيق اعلام فلسطينية في شوارع المدينة قبل الحادثة واذا ذلك الى ذلك اعلنت الخارجية الاسرائيلية ان الوزير كادعون ساعر سيتوجه الى امستردام بغرض زيارة دبلوماسية عاجلة بعد الحادثة واعلنت السلطات الاسرائيلية اقلاع اول طائرة لاعادة المشرجعين الاسرائيليين من امستردام بعد توجيه نتنياهو باعادتهم وزارة الامن الاسرائيلية بدورها حثت الاسرائيليين في امستردام على البقاء في غرفهم في الفنادق التي يقيمون فيها كما اعلنت بلدية امستردام تعزيز الاجراءات الامنية في المدينة بعد الصدامة الليلية طالت مشجعين لفريق مكابية الابيب الاسرائيلي على هامش مباراة لكرة القدم واعلنت الشرطة اعتقال 62 شخصا على خلفية الاشتباكات بين مشجعي كرة قدم اسرائيليين وشباب وضفت انه تم نقل خمسة اشخاص الى المشفى بعد اصابتهم بجراحة واوضحت الشرطة الهولندية انها تحقق في بلاغات عن احتجاز محتمل لرهائنا وعن مفقودين واعلنت انه تم العثور على عدد من المشجعين الاسرائيليين ممن تم الابلاغ عن فقدانهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة نناقش كل هذه التطورات في أمستردام وقبل ذلك ما جرى في تل أبيب لقاءات الوزير الفرنسي ووزير خارجي من المسؤولين الإسرائيليين من الناصرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الإسرائيلية نظير مجلي السيد نظير أهلا بك على شاشة الحدث إذن الأزمات الدبلوماسية أو على قدع سعر لنتعامل مع الكثير من الأزمات الدبلوماسية في بداية مهامه وتوليه لوزارة الخارجية بعد إسرائيل كاتس لنبدأ من أمستردام ذهب خصيصا لمتابعة قضية المشجعين الإسرائيليين كيف تفسر هذه الخطوة؟ هل كانت فعلا تستدعي أن يذهب وزير الخارجية ليتابع مسألات اشتباكات بين مشجعين؟ هذا أمر ليس استثنائيا يحدث مرحبا بك العزيزة السارة وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات أجل أن يكون وزير خارجية لديه حرص على مواطنيه بهذا الشكل هذا يعتبر أمرا محمودا لو أن هذا مثبت فعلا بالسياسة الإسرائيلية عموما السياسة الإسرائيلية لا تهتم كثيرا في المواطن الإسرائيلي مثلا المحتجز في أسر حماس هو المعروف أنه يستطيع إطلاق صراحه بصفقة جاهزة تقريبا ولا يفعلون ذلك إنما العملية في أمستردام يعني نحن نرى أن حرب غزة تنتقل إلى أمستردام وليس غريبا أن تنتقل إلى كل العواصم الأوروبية وغير الأوروبية الثمن الذي يدفعه المواطن اليهودي والمواطن الإسرائيلي حتى لو كان عربيا بالمناسبة مجرد أن يحمل جواز السفر إسرائيليا يواجه بعداء في الشارع في كل مكان من المطار عندما ينزل ويسلم الجواز للموظف الشرطة هناك شرطة الحدود وإلى أن يدخل إلى مطعم أو أي مكان آخر ووضع الإسرائيليين في العالم سيء الآن يوجد احتجاج شرعي ويوجد احتجاج غير شرعي في هذا الموضوع وفي العملية نفسها التي حصلت في أمستردام كانت هناك مظاهرة قبل المباراة ولم يكن فيها أي مشكلة كان في المباراة احتجاج وانتهى الاحتجاج وانتهت المباراة بدون أي مشكلة المشكلة نسأت عندما قام مجموعة يعني هامشية كل من المتفارجين الإسرائيليين قاموا بحراك العالم الفلسطيني ودخلوا المحطة القطار وهم يشتمون العرب كل العرب بكلمات يعني لا يصلح أن نقولها على شاشة تلفزيون سيد نظير عذرني على المقاطعة هنا سأعودي لهذا الحادث بالتأكيد ولكن نشيلة خبر عاجل ينقل عن مرسل الحدث إغلاغ مطار بنغوريون في تل أبيب بشكل مؤقت صفرات الإنذار كانت دوت بالفعل في تل أبيب والآن يغلق هذا المطار مطار بنغوريون عودي لك في مسألة تطورات أمستردام كنت تذكر مسألة هذا الحادث وما الذي جرى وما قلت أنه استفزاز من قبل بعض المشجعين للإسرائيليين ولكن هنا أتحدث عن الشق الرسمي السياسي سيد نظير حينما يتحدث أولاف شولتس عن هذا الحادث ماكرو رئيس وزراء هولندا على ما يبدو ثم تهتمام أوروبي هذا ما كانت تبحث عنه إسرائيل بحديثها عن هذه الحادثة كيف تستفيد واستفادت فعلا يعني في وجد عدد من الذين قاموا بالاحتجاج ضد الإسرائيليين تقاموا بتصرفات غير أخلاقية يعني بينهم لصوص وبينهم ممكن معادون لليهود أو عنصريون وعرب أو مسلمون ويتصرفون بطريقة لا تلائم لا الإسلام ولا العروبة وهذا يجب أن ننتقدهم نحن قبل أن ننتقدهم أي طرف آخر لكن تحويل المسألة إلى هذا النفر الذي قام بهذا العمل الشاد وعمل شاد يعني رأيته كيف يلقون بأحد اليهود إلى النهر ويطلبون منه أن يصيح الحرية لفلسطين حتى ينقذوه وهكذا فعلوا هذا ليس أخلاقيا هذا يستغل بالتأكيد ضد لصالح إسرائيل ضد كل ما هو عربي في أوروبا وقد يدفع ثمنه العرب باهضا نتيجة للمواقف ذات المعايير المزدوجة في القيادات الأوروبية ولكن في نهاية المطاف يجب أن يكون واضحا أن من يقوم بهذه الأعمال في غزة أو في لبنان الآن سيلقى ردا وهذا الرد كنا قد حذرنا منه من البداية لأنه ينشر جوا من الكراهية والعداء لليهود والإسرائيليين وبشكل سيكون ثمن ثمن ضاهد وفي السياسة الإسرائيلية بدل أن ينتبهوا إلى هذا الجانب ويرأوا دورهم في هذا الموضوع يدلجون إلى قضية أن هذا عداء الإسلامية طبعا يوجد فيه شيء من العداء الإسلامية لكن عندما يقوم عربي بشيء معادي الإسلامية فهو ضد العروبة أيضا والعرب أيضا سامي بضبط نعم هؤلاء مجموعة من هامش المجتمع متطرفون يتصرفون بهذا الشكل ولكن ليسهم العنوان العنوان هو الكراهية المتشفة نعم لكن سيدنا في البداية حينما قلت أنه ليس حدثا استثنائيا بصرف النظر عن العنف ولكن أقصد أن العنف الملاعب هو أمر منتشر لهذا كان لافت بأن يبعث وزير الخارجية بعد أيام قليلة فقط من تسليمه لمهامه ووسط حرب في قطاع غزة ووسط حرب أخرى في لبنان وتصعيد محتمل في أي دقيقة مع إيران نعم أنا أشرت أن عائلات الأسرة مثلا الإسرائيليين في غزة يرفعون شعر الآن في تلاذيب اهتموا في أولادنا هنا يعني لا تحتاج إلى باب إلى أمستردام حتى تنقذ الإسرائيليين قصوصا وأنه لم يعود حاجة للإنقاذ يعني الآن معروف أنه كان يتحدثون عن مقطوفين لا يوجد مقطوفون كانوا يتحدثون عن اعتداءات كبيرة اعتقلوا 65 شخصا من الذين اعتدوا على اليهود وعلى الإسرائيليين ولم يعتقل أي يهودي رغم أن اليهود قسم منهم قام أيضا هو باعتداءات فعمليا انتهت الحادث انتهت فعندما يذهب الوزير الخارجية إلى هناك هذا النوع من العمل التظاهري قد يكون جيد يعني أنا لست لا أستهقف بمثل هذا العمل يعني ربما يكون هذا التواجه إنساني لو كان حقيقيا المشكلة هي أنه لا يعبر عن السياسة الحقيقية نعم سيد نظير سريعا في مسألة أخرى أيضا دبلوماسية ومهمة بالنسبة للمنطقة وفي الحروب في هذه المنطقة وبصرف النظر عن الأزمة التي حدثت بين باريس وتل أبي بعد عدم دخول الوزير الفرنسي جنوال باغو إلى الكنيسة ولكن أتحدث عن شق التفاهمات السياسية كاملا مفترض بأن باريس أو بأن وزير الخارجي الفرنسي ذهب لتل أبي من أجل حصول على بعض الضمانات أو الوصول إلى بعض التفاهمات مع الإسرائيليين هل نعرف هل هناك أي مؤشرات أو معلومات حول ما الذي جرى التوصل إليه الفرنسا تريد أن تشتاهم في صياغة رسالة الضغانات التي يقدمها الرئيس الأمريكي لإسرائيل فيما لو انسحبت إسرائيل من لبنان إذا كانت هناك محاولات من حزب الله للعودة بإرسال مسلحين باتجاه إسرائيل فيحق لإسرائيل أن تتصرف وفق شروط معينة يتحدثون عن ما هي هذه الشروط الأمريكيون يقولون ليس عندما ترى مسلحين أن تطلق الرصاص عليهم مباشرة أو ترسل الطائرة ينبغي أن يكون هناك بحث أعطاء مجال للجيش اللبناني أن يتصرف مسبقا وكذلك قوات اليونيفل وفيما بعد تتخذ القرار فأول هذه الشروط فرنسا تريد أن تساهم في هذا الموضوع لأنها هي صاحبة الصلة الأوثق مع اللبنانيين ويبدو أنه في الحوار الذي جرى بين الطرفين هناك من يتحفظ أيضا من هذه رسالة الضغانات فيحاول أن يجعلها بالصيغة معتدلة كما يقال في إسرائيل بالتأكيد ستستمر هذه المحاولات والحادثة في الكنيسة ربما لا تؤثر كثيرا عن الموضوع ولكن هي تدخل أيضا في إطار الاعتداءات التي تعرضت لها الرهبان في منطقة القدس وهؤلاء الرجال الأمنة الذين تم اعتقالهما تم وضعهما في الكنيسة بسبب الاعتداءات التي تتم على الكنائس في القدس العربية من قبل مستوطنين يهود متطرفين نعم شكرا جزيلا لك من الناصرة كنت معنا الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الإسرائيلية نظير مجلي أعلن الجيش الأمريكيان مقاتلات من طراز F-15 وصلت إلى الشرق الأوسط وذلك بعد أسبوع على إعلان واشنطن نشأ قدرات عسكرية إضافية في المنطقة في تحذير لإيران وأشار الجيش إلى أن هذه الطائرات التي تتمركز عادة في المملكة المتحدة وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط دائما في طار التطورات في المنطقة عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوكان عن أمله في أن يطلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دونالد ترامب من إسرائيل وقف الهجمات معتبرا أن تعليق الدعم العسكري لإسرائيل قد يكون بداية جيدة نقلت محطة أنتيفيا التلفزيونية عن أردوكان قوله أن رئاسة ترامب ستؤثر بشكل كبير على التوازنات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط مضيفا أنه سيناقش مع ترامب الانسحاب الأمريكي من سوريا كما سيطلب من الولايات المتحدة خفض الدعم للقوات الكردية وأن المحادثات مع الرئيس المنتخب ستمهر لذلك كشف روبرت كينيدي جونير أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يريد سحب القوات الأمريكية المنتشرة في شمال شرق سوريا كي لا يكون وقودا للمدافع في حال اندلاع قتال بين القوات التركية وقصد قال أيضا وهو حليف ترامب أن الرئيس الأمريكي أعرب أثناء رحلته بالطائرة عن نيته سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا وأشار إلى أن ترامب أخذ حينها قطعة من الورق ورسم عليها خارطة الشرق الأوسط بجميع دولها وكان ينظر بشكل خاص إلى الحدود بين سوريا وتركيا مؤكدا أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية 500 رجل على الحدود بين سوريا وتركيا ومعسكر صغير تعرض للقصف بينما يوجد نحو 750 ألف جندي في تركيا و250 ألف جندي في سوريا إذا واجهوا بعضهم البعض فالأمريكيون في الوسط دون أن يحدد ما إذا كان 250 ألف جندي هم من قوات الجيش أو من الوحدات الكردية لن تكون سوريا بمعزل عن الملفات التي ستكون على طاولة ساكن البيت الأبيض العائد حيث سبق لدونالد ترامب أن أذن بالانسحاب المفاجئ في أكتوبر 2019 ومن المحتمل أن يفكر في ذلك مجددا منذ عام 2014 تقدم الولايات المتحدة الأمريكية الدعم العسكري واللوجستي لقوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا لمحاربة تنظيم داعش فيما تعتبر تركيا الوحدات الكردية وهي الفرع السوري لتنظيم عمال الكردستاني بحسبها هي تعتبره فرعا وكذلك تعتبره إرهابيا وتستهدفه باستمرار وعلى الرغم من تهنئة القائد العام لقصد مظلوم عبدي تهنئته لترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلا أن مسؤولين في قصد عبروا عن خشيتهم من صفقة محتملة بين ترامب والرئيس التركي رجل طيب أردوغان على حسابهم قال بسام إسحاق وهو ممثل مجلس سوريا الديمقراطية مسد الجناح السياسي لقصد إلى الأخيرة تنتظر معرفة مشاريع الرئيس الجديد فيما يخص شمال شرق سوريا ومستقبل القوات الأمريكية التي يبلغ عددها نحو 900 عنصر خصوصا أن الرئيس الجديد كان أمر بسحبها عام 2019 في ولاية الأولى حينها قبل أن يوقف القرار تحت ضغط من مستشاريه ووزارة الدفاع الأمريكية وفيما ظلت القوات الأمريكية نشطة في شمال شرق سوريا في عهد بايدن وكذلك الأمر بالنسبة لترامب قبل 2020 يتوقع مراقبون منح إدارة ترامب إسرائيل تفويضا لهجوم إسرائيلي أوسع في مناطق داخل سوريا على الرغم من أن سوريا كموقف رسمي ما تزال بعيدة عن الحرب التي تحيط بالمنطقة إلا أنها باتت جزءا من الضربات التي تنفذها إسرائيل وتقول أنها تستهدف قادة إيرانيين كما تستهدف مواقع لحزب الله إذن ينضم إلينا لمناقشة هذا الملف ملف القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا وكذلك مستقبل قصد ينضم إلينا من بوخوم نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات ومن أسطنبول ينضم إلينا الأكاديمية والبحث السياسي الدكتور مهند حافظ أغلو أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة دكتور مهند أبدأ معك مع تصريحات أردوغان أردوغان يقول سنواصل المباحثات مع الرئيس الأمريكي الجديد ترامب المنتخب وأن الانسحاب حول الانسحاب الأمريكي من سوريا وإنهاء دعم العمال الكردستاني نعرف بأنه حينما يتحدث عن العمال الكردستاني يقصد قصد التي يعتقد الأتراك أنها جزء من العمال الكردستاني أو من بيكيكي مع أن قصد تنفي هذا الأمر وتنفي أي صلة ولم يذكر أردوغان أيضا الانسحاب التركي من شمال شرق سوريا ما الذي ينتظره أردوغان من ترامب من الإدارة الجديدة الأمريكية فيما يتعلق بشمال شرق سوريا ستة أوقات سيدة سارة وجميع المشاهدين طبعا هناك ثلاثة معطيات أساسية في قدوم ترامب وإرهاصات قدومه في ولاياته الثانية للولايات المتحدة الأمريكية رئيسا أولها العلاقات الثنائية المباشرة ما بين أنقرة وواشنطن تطمح أنقرة وكذلك واشنطن أن يكون هناك تحركا حقيقيا إيجابا في هذه العلاقات التي شبه الكثير في عهد بايدن الحالي ثانيا المنطقة وما تشهده من تحركات وغليان أمني بين مزدوجين يفرض على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ترامب أن يكون هناك تعاطي مختلف فيما يتعلق بالملف السوري سوى شمال سوريا وشمال شرق سوريا وكذلك نحن نتحدث اليوم عن تحركات في الداخل التركي وعلاقات تركيا والعراق وكذلك محاولات تركيا لنفتاحها لدمشق كل هذا سوف يجعل من ترامب يقوم بتحرك مختلف وجديد التخوف الحقيقي لدى قسد هو أن يكون هناك اتفاقا كما كان قسد سنناقشها مع سيد نواف عدوني دكتور مهند أتحدث معك عن الشقة التركية فقط تركيا في عهد ترامب كانت وصلت إلى حد ما من التوتر مع الأمريكيين وتذكر معي حينما استمر الدعم الأمريكي قسد وحين كذلك فشلت صفقة أف 35 أو تأثرت بعد صفقة تركية روسية حول أس 400 الآن هل يعتقد تركيا بأن ترامب سيأتي بشيء جديد وما هو إن تحدثنا عن شمال شرق سوريا ما التفاصيل من الجديد الجديد الذي يبدو لي بأن هناك معدام هناك تعنوتا من النظام السوري وهناك عدم انفصال وعدم إعلان الانفصال من قسد عن حزب العمال الكردستاني الذي هو مدان بأدلة دامغة بأنه تابع للبي كي كي مظلوم عبده هو أحد أعضاء وأحد تلاميذ عبدالله أوجلان وبالتالي الأخطيبات مباشر وموثق أظن أننا سوف نشهد عملية برية عسكرية لكنه يقول أنه لا يتبع لبي كي كي هذا الكلام يقوله لمناصره يقوله لداعميه يقوله للولايات المتحدة الأمريكية يقوله لإيران ليستجدي الدعم ولكن الواقع غير هذا تماما وهذا معروف ولد الله أكثر من أن تعد ولكن يبدو لي بأننا سوف نشهد عمليات مماثلة لما كانت عليه سابقا عندما قامت تركيا بحوالي أربع عمليات متتالية بفترات زمنية معينة واثنتان أو ثلاثة من هذه العمليات كانت في أحد ترامب هذا يعني بأن هناك ربما تنسيقا خاصا أولا بسبب الحاجة الأمريكية التركية لهذا التعاون وكذلك تعاند النظام السوري في التعاون مع أنقراء وكذلك الخطر الكبير الذي يهدد تركيا من قبل قصد نعم سيدنا واف إذن هذا ما يعتقد تركيا عملية عسكرية ولكن مع ضو أخضر أمريكي عملية ضد الأكراد وضد قصد تحديدا كذلك يعتقد ترامب أو أردوغان يعتقد بأنه سيناقش أو يمكن أن يقنع الأمريكيين بالانسحاب من شمال شرق سوريا وبوقف دعم قصد في الناحية الأخرى في الناحية الكردية ما الذي ينتظر أو يعتقد أيضا هل هناك خشية من صفقة ما أمريكية تركية على حساب الأكراد تحياتي لك ومشاهدي الحدثينما كانوا لا أعتقد أن أحد في أي مكان في العالم ربما يستطيع أن يجزم بما يمكن أن تقدم عليه إدارة الرئيس الأمريكي ترامب فيما يتعلق بالعديد من الملفات ومنها الوجود الأمريكي في منطقة الشرق أوسط عموما وفي شمال شرقيا خصوصا حيث تتواصل الحرب ضد تنظيم داعش الأرهابية حيث يتم استهداف قادة داعش ومنهم أبو بكر البغدادي بالمقربة من الحدود التركية على بعد 5 كم فقط من الحدود مع تركيا ما يتمناه ضيف ربما يكون أمرا عاديا لكن الوقاعة للأرض تقول أن تركيا ليست بالإمكانات التي كانت تملكها قبل أربعة أهوام خاصة على الصعيد الأقليمي ونشاهد ذلك عمليا ما الدور التركي في الحرب الإسرائيلية في غزة بين حماس وإسرائيل ما الدور التركي في لبنان ربما يكون هذا قرار سياسي تركي ولكن فيما يتعلق بشمال شرق سوريا بالنسبة لتركيا هذه مسألة مختلفة هذه مسألة أمنية استراتيجية وبالتأكيد أيضا مسألة سياسية هذه مسألة مستمرة من زعاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ودونالد ترامب والرئيس بايدن ويعني هنا أعتقد علينا أن نذكر الضيف والمشاهدين أن الرئيس الأمريكي بعث رسالة إلى أردوغان قال له لا تكن متصلبا لا تكن أحمق وحينما اكتشف الخديعة أو أنه كان نتيجة ضحية أو نتيجة معلومات خاطئة من أردوغان ينقل ديفيد أي سينجر في نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي عاد ليهدد الرئيس التركي وقال له حرفيا سوف أدمر وأمحو اقتصاد تركيا تماما وأردوغان الذي تلقى تلك الرسالة وطبل الإعلام التركي أنه قام برميع في الزبالة عاد له تلك الرسالة ربما الدكتور محمد لا يتفق معك في هذه النقطة ولكن قبل أن نبدأ الدكتور محمد ليستكمل هذه النقطة يعني الحرب ضد داعش ليست كردية سورية الحرب ضد داعش عالمية ولولا ذلك لما تشكل التحالف الدولي في 2015 واستمر رغم كل ما تقول تركيا وكل ما تحول تركيا حتى حينما كانت مهتمة هي سمحت بطريقة ما بأن تكون هناك ضربات على الأكراد في عهد ترامب كنت تذكر معي سيدنا وفو أشار إليها يعني ذاكرتنا قوية ولم ننسى ذلك لكن نحن نتحدث هنا عن متغيرات حصلت متغيرات كثيرة خاصة بعد السابع من أكتوبر والأوضاع الجديدة يعني هل يؤقل أن الرئيس الأمريكي الذي قالها بوضوح أنهم يعني يرغب في إيران مزدهرة لكن ليس خارج الحجود أن يترك سوريا للقوات التركية المحتلة وهي التي تعقد المشهد السوري وربما تعقد حتى نية أمريكا لانسحاب قواتها والبحث عن حلول سورية داخل الأراضي السورية أنتقل هنا إلى الدكتور مهند في مسألة الوجود التركي في المنطقة الحدودية والتي هذه المسألة لم يشر لها أردوغان في حديث عن المأمون أو المنتظر من ترامب بالتأكيد ولكن في تقرير مهم جدا أحاول أن أقرأ جزء منها الآن هو للمرصد السوري لحقوق الإنسان يتحدث من شهر فبراير إلى شهر أكتوبر حول كمية التعزيزات أو حجم التعزيزات التركية العسكرية التي ترسل إلى المناطق الحدودية وإلى الداخل السوري إلى إدلب وغيرها هذا يعني بأنه ثمت شيء ما فعلا يحضر عسكري طبعا سواء رضي من رضي أو صخط من صخط هناك تحرك عسكري في الشمال السوري وإن كانت ربما تكون رأس الحرب فيه الجيش الحور ولكن سوف يكون هناك دعما وإسنادا تركيا وقد يتطور لا مقاطعك استمع استمع وقد يتطور الأمر إلى تحرك عسكري مباشر من القوات العسكرية التركية والمنطقة وغلايانها تؤكد هذا يعني الأمر لا يمكن أن يبقى الأمر على ما هو عليه التغيير قادم قادم إما أن يكون بتوافقات مباشرة ما بين أنقرة ودمشق برعاية روسية بعيدا عن إيران المعطلة والتي ربما تكون هي متوافقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في عدم هذا التقارب أو أن يكون هناك تقاربا مختلفا حقيقيا ما بين أنقرة وواشنطن بناء عليه قد لا يكون هناك طلب من ترامب انسحاب لقوات سوريا الديمقراطية من الحدود السورية التركية ولكن هناك سوف يكون عمل عسكري بحيث تطمئن تركيا ولو جزئيا لأمنها القومي الذي لطالما أرقها وآخرها كان بعض القادمين من شمال شرق سوريا لا نتحدث عن واشنطن فقط كفاعل دكتور مهند لهذا دعني أنقل فقط من بين كل التفاصيل التي تذكر في هذا التقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان الثاني والعشرين من أكتوبر يقول جرى اجتماع بين وفد من المخابرات التركية بحسب معلوماته نحن ننقلها فقط ونحاول أن نتأكد معك حول هذه المعلومات مع وفد إذن اجتماع بين وفد من المخابرات التركية ووفد من ضباط الشرطة العسكرية الروسية في القاعدة الروسية وعلى ما يبدو كان حول ما يرجي في مدينة سراقب بريف إدلب وحول تطورات في المنطقة روسيا لعب أساسي أيضا في هذه المنطقة ليست الولايات المتحدة الأمريكية فقط هل هناك تنسيق روسيا عالي الآن؟ يعني العلاقة والمسافة ما بين أنقرة وموسكو هي أقصر من مسافة ما بين أنقرة وواشنطن أتحدث عن تحضيرات المرحلة المقبلة تماما تماما وهذا يعني بأن هناك يأسا روسيا وسمعنا بعض التصريحات من وزير خارجية الروسي بأن هناك الكثير من المعرقلات ما بين بسار التطبيع ما بين أنقرة ودمشق وبنان عليه تركيا مقدمة على شيء مختلف تماما وهذا ما قاله وزير خارجية حكام في دان بأن دمشق لا تريد التطبيع هذا يعني بأن هناك توافقات روسية تركية فيما يتعلق بأي تحرك عسكري وبالتالي عدم دخول روسيا على الخط لا على مستوى الجو أو حتى على مستوى المنع من أي تحرك عسكري وهذه موافقة ضمنية تبقى أن يأتي ترامب وتكون موافقة ضمنية أمريكية وتكون الأمور كما كانت في أكثر من عملية عسكرية صحفة تفاعل مدفع على ما يبدو التركي دكتور مهند توافق مع الأمريكي نعم نعم توافق مع الروس هنا أنتقل لسيد نواف كذلك لنسمع وجهة نظره كنت تحاول الرد أو تريد الرد السيد نواف على بعض النقاط التي ذكرت من قبل الدكتور مهند أيضا فيما يتعلق بالتطورات كنت ذكرت بعض التفاصيل حول التقرير السابق التي تحدثت عنه ولكن بحسب المعلومات التي تصلك أعلم بأنك في ألمانيا ولكن بالتأكيد أنتم ترصدون ما يجي فيها الداخل السوري وفي شمال شرق سوريا أيضا وفي شمال غربي سوريا هل هناك تعزيزات؟ هل تصلكم معلومات حول تعزيزات؟ حول التغير ما على الأرض؟ وأقصد التغير التركي يعني تركيا تهديد دائم ومستمر لمنطقة شمال سوريا تركيا تحتل الأراضي السورية بدلا من جرابلس إلى عفرين إلى سرقانير أسلعين وهذا التوصيف ليس لي فقط أو للكرد فقط إنما لأمنيستي انترناسيونال وهيومان رايد ووتشوى يعني نتابع ما يجري من انتهاكات ومن تغيير ديمقرافية تركيا ستبقى تهديدا مستمرا على أكثر من خمسة مليون سوريا على الأقل في المنطقة الشمالية الشرقية لكنها لم تتمكن لا الحصول على دو أصدر روسي ولا أمريكي في السنوات المصرمة فيما يتعلق بالمستقبل كما قلت يعني لا أحد يستطيع إذن أن يتكلم بما يمكن أن يطلق عليه أمريكي ربما ترانك لدي علاقة مختلفة مع أردوغان هو استقبل تسع مرات أردوغان في ولايته الأولى في حين بايدن لم يستضف ولم يزر تركيا لهذا نعتقد ربما ستكون المسألة مختلفة أو يعتقد بأنها ستكون مختلفة هذه المرة وربما أيضا تعود الأمور إلى نفس المربع الأول ويهدد الرئيس الأمريكي ترام مرة أخرى وربما أيضا يعيد الاتصال أجرأ أكثر من الاتصال مع الجنرال المظلوم عبداليقات قوات سوريا الديمقراطية وهو رئيس أكبر وأعظم دولة في العالم يعني وربما أيضا يعيد من ضمن إعادة تموضع القوات الأمريكية يعني تقوية الوجود الأمريكي في المنطقة لاستمرار الحرب على داعش ولمنع التمثل الإيراني نحن ندرك تماما هناك متغيرات جديدة ليس للكرد والسوريين حلاقة بها نعم شكرا موضوع ما بعد السابع من أكتوبر نحن أعذرني ولكن هناك بعض التطورات الميدانية سيدنا وافد دكتور مهند أعلم بين الملف جدا مهم ولكن ربما تكونان معنا لاحقا جملة واحدة ساذة سارة جملة واحدة يا صفقات صفقات الرؤساء جملة واحدة صفقات الرؤساء ما بين ترامب أردوغان شكرا جزيلا هذا ما سوف يكون في من أسطنبو شكرا جزيلا الدكتور مهند حافظ أوغلو وكان معنا كذلك السيد نواف خليل مدير مركز الكردي للدراسات الآن نحن نتابع هذه الصور على ما يبدو مسيرات إذن هي أنا أحاول أن أقرأ هذا الخبر العاجل إذن صور خاصة تصلنا لاختراق مسيرات ووصلت هذه المسيرات التي تطلق وصلت إلى عكا وإلى خليجها إذن هذه الصور لمسيرات من جنوب لبنان باتجاه عكا وخليجها وأيضا نحن نتابع أيضا مروحيات تحاول ملاحقة هذه المسيرات على ما يبدو أيضا إذن هذه الصور خاصة تصلنا لاختراق مسيرات ووصولها إلى عكا وإلى خليجها إذن هذه في إطار تطورات عسكرية جديدة كنا تابعنا مشهد مماثل أو متكرر في الحقيقة مسيرات يتصل إلى الداخل الإسرائيلي إلى بعض المناطق في محاولة أيضا لاختراقها أو في محاولة لرصدها ولي أيضا ملاحقتها من قبل الأليات العسكرية الإسرائيلية إذن مسيرات تسللت بالفعل إلى عكا ونحن ما زلنا في متابعة هذا الحدث المستمر وهذا المشهد هي صور خاصة في الحقيقة تصلنا الآن واضحة جدا هذه المروحيات التي تطارد هذه المسيرات التي أطلقت من جنوب لبنان ووصلت إلى مناطق في إسرائيل في عكا خليجها وكذلك على ما يبدو يجل حديث عن اتجاهها ربما إلى الجليل إذن المروحيات تطارد هذه المسيرات مشهد لافت ومهم نحاول أن نعرف ما الذي سيجي لاحقا المسيرات إلى أين تتجه أو ما هي الأهداف السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر